السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله تكونوا بخير معكم اياد الرضوان من صفحة احلى مواقف الشطرنج وقناة احلى مواقف الشطرنج في يوتيوب رح نشوف اليوم وضع حلو كتير هذا الوضع الابيض يلعب ويربح فكر واختار افضل نقلة للابيض اللي بتحقق لك الفوز وقف الفيديو اذا كنت محتاج لشوية وقت اللاعب الاسود عنده تهديد انه ياخد البيضاء الموجود على ال H6 طبعا في حال اخد هاد البيضاء وصاروا القلعتين السود على تواصل اللاعب الابيض ما عد يقدر يعمل اي شي خطير ورح ينتهي الوضع بالتعادل فمثلا لو لعب وزير بيت مانا كيش ملك H7 ووزير F8 F2 ملك ضرب F2 رخ ضرب F6 كيش كيجي تو ورخ H ضرب H6 وهذا الوضع تعادل ما عد الابيض عنده اي شي إذن اللاعب الابيض عنده نقلة زكية إذا كنت شفتها فبرافو عليك انت لاعب جيد هي التضحية بالوزير كوين ضرب G6 F ضرب G6 والآن F7 نلاحظ انه الملك ما بستطيع الاقتراب على الابيضة F وبالتالي هذا الابيضة رح يترقى لوزير طبعا اذا شفت هاي النقلة فانت لاعب جيد ولكن هل الاسود عنده ضفاع ضد هال تهديد هاد هل بستطيع انه يلعب شي خطير هلأ حطها لك محل اللاعب الاسود وقف الفيديو ولاقي افضل نقلة إذا كنت انت اللاعب الاسود كيف رح توقف هال تهديد هاد طبعا لاعب الاسود رح يلعب F2 كيش ويضحي بالبيضة ملك ضرب F2 وملك H7 هلأ اللاعب الابيض لازم يكون حذر فإذا مثلا لعب F8 كوين منلاحظ هذا انه الملك مخنوق ما لقى اي حركة فالمطلوب من الالعب بس تكون الالعب انتحارية والضحي بنفسها لا يصير الدور تعادل كيش طبعا الابيض ما فيه يتخلص من الكيش وبالتالي رح يصير الدور تعادل فلذلك اللاعب الابيض رح يلعب كينج جي 2 رح ضرب H6 والآن الابيض كمان شو عنده نقل لازم يكون حذر لازم يكون حذر فإذا لعب كوين نفس الوضع الملك الاسود ما عنده اي حركة وراح ترجع الالعب المجنونة تلعب هاي النقلات الانتحارية واللاعب الابيض ما فيه يتخلص منها اذا شو الحل الان الحل بنقل لعب قرية هي الترقية لابيشوب الترقية لابيشوب بتحط اللاعب الاسود تحت زاك زوانغ وبجبير الملك انه يلعب ويترك الالعاب بلاش وبالتالي يصير وضع ربح للابيض طبعا ليش الملك بده يترك الالعاب لانه الالعاب ايضا ما الى اي مربع فاي مربع من العمود H1 او 2 او 3 او 4 رح يقدي لخسارة الالعاب وبالتالي خسارة الدور طبعا هاي نهاية سهلة للعاب الابيض ورح يكون فيه رباح سهل هذا هو الوضع اليوم ان شاء الله يكون عجبكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة ونلتقي مجددا ان شاء الله